تنظيم المهن والخدمات الصحية تنظيم المهن والخدمات الصحية بدورا يتمثل في تنظيم تقديم الرعاية الصحية في مملكة البحرين تستمر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومنذ إنشائها بتحديث المنظومة الصحية في المملكة وبذل المزيد من الجهود الحثيثة نحو الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتبني العديد من مبادرات تعزيز جودة واستدامة قطاع الرعاية الصحية في البحرين والتأكد بأنها تسير في الاتجاه الصحيح على ضوء توزيع المسؤوليات بين مكونات المجال الصحي عمل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لا يخرج عن نطاق ما تمارسه من اختصاصات تأتي وفق المهام المنوطة بتنفيذ عدد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق جودة الخدمات الصحية وتعزيز استدامتها من نافذة التقييم والتدقيق على جودة أداء القطاع الخاص والخطة المستقبلية لتقييم جودة الآداء في المؤسسات الحكومية ولطالما حرصت الهيئة على ديمومة التواصل مع منتسبي القطاع الصحي وعموم المستفيدين من الخدمات الصحية وتكريسه كنهج يقود نحو التفكير خارج نطاق الصندوق بالتوجه نحو طرح الأفكار البناءة التي تحاكي سرعة الإنجاز والتميز في آداء المؤسسات الصحية ككل إن إيلاء الاهتمام والتشجيع الحكومي الداعم للتنافس الوطني بين متنوع الجهات الحكومية من أجل تقديم الخدمة الأمثل للمواطنين والمقيمين على حد سواء يشكل دافعا مستمرا لمواصلة الإنجازات من قبل تلك المؤسسات جزء من حكاية الإنجاز كانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فصلا مشرقا من فصولها عندما استحقت التكريم لتكون من ضمن الجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لعام 2021 من حيث سرعة وكفاءة الاستجابة مع مقترحات وشكاوى المتعاملين بنسب بلغت مئة في المئة من مؤشرات قياس الأداء الأمر الذي زاد من وطيرة نشاطها ضمن بوتقة عمل حكومي لا يألو جهدا من أجل تحسين الخدمة الحكومية المقدمة للمستفيدين منها ومدارات جميع صور الجودة فيها ترجمة نانسي قنقر